مدينة الرستان نطلق الدمار في هذه المنازل وهذا الحي جراء قصف مصابات نساد على مدينة الرستان هذا الحي محجور بالكامل من السكان هربر من هذا القصف الذي لا يتوقف وبسبب مقابلته لكتيبة الهندسة التي تقع على شمال مدينة الرستان والتي دمرت أكثر من ثلثين مدينة الرستان هذا الدمار دراقص في المدفع وانتصاخط على المدينة نادي الكتيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذا الحي هذا هو حال بديتة رستان ومنازلها المدمرة جراح وصفكة الهندزة على مدينة اشتركوا في القناة 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 هذا هو الطريق الدولي من قنص حلب الذي يقسم كتيبة الهندسة تمتد هذه الكتيبة الشماء شرق وغرب هذا الطريق هذا الطريق القطوع من أكثر من عام ونصب ترجمة نانسي قنصة ترجمة نانسي قنصة ترجمة نانسي قنصة ترجمة نانسي قنصة ونحن ترجمة نانسي قنصة موسيقى هذا هو السد للرستان المحتل مقبل عصابات الأسهل المترجم للقناة هذا هو السد أصدقاء كذب الهندسة على ضفته من الجهة الشمالية ترجمة نانسي قنقر الأصدقاء أصدقاء الأسفة الأسفة المشفى يباسي طبعاً انتشار خناصي لنستطيع الوقوف قام هذا المشفى هذا هو المشفى الذي يخاغر بالطريقة الدولية المشفى المشفى ذاتك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة أجودها أمام كذبة الهندسة اللذب عشر من المدينة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسبب هذا الدمار وجراء هذا القصف المتواصل من قبل هدف كتيبي اشتركوا في القناة هذا هو الطريف المزوري قمص حماه والمقفوع اكثر من عام ونصف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهذه هي الكتيبة الكتيبة الشرقية التي تمركز فيها الدبابات وعربات الشركة على التقصد مدينة الرستان هذه هي مواقع الجيش في هذه الكتيبة اشتركوا في القناة 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة